أروح للقطاع البطولة سريعاً وقطاع الرياضة وهل يمكن أنه يتم النظر إلى قطاع الرياضة على أنه قطاع اقتصادي أو استثماري أو مصر يتتحول إلى دولة مصدرة لمنتج رياضي زي لعيبة أو محترفين أو غيره في سيستم نظام آه طبعاً إحنا زي ما قلت الحراكي إحنا يمكن قطاع الاقتصادي لمنتج اسمه الرياضة في مصر إحنا شغالين عليه من البداية إن ده علم اسمه سبورت بيزنس يعني سبورت بيزنس مش العمل أن أنا بعمل أعمال في الرياضة بس لا صناعة الرياضة هي صناعة حتى أداء الخدمة فيها صناعة سعارز بتاعتها فبالتالي إحنا سنتين دول قدرنا نوفر على ميزانيات الحكومة المصرية ونسرع أداءنا نحن نطور المنشآت من خلال القطاع الخاص بحاجة اسمها حق الانتفاع وصلنا المليار 213 مليون في سنتين دول من القطاع الخاص تمويل ذاتي تمويل ذاتي بينشئ ويدير وبعدين تعود حمام سباحة في مركز شباب ملعب دار مناسبات محلات تجارية بتعود بالنفعة هو بي او تي بنعمل تريبل بي بنعمل كل المتشألة المفردات الاقتصادية وفي الرياضة 800 مليون يعني إحنا بنتكلم على 2 مليار جنيه تقريبا في سنتين دول دخلنا في القطاع الخاص يعني فيه ناس اشتغلت أدئيه راس مال اتحرك أدئيه فرص عمل أدئيه فرص عمل أدئيه في هذه القطاعات بشكل فكرة بسيطة لكن عملناها بشكل محاكم عقد موحد احنا على معرض على تخامة الرئيس قال لا تعملها في عقد موحد وتراجع معها جهات الرقابية عشان يوقفه في الشاب الفاية وده اللي احنا عملناه تم تطبيقه فبالتالي احنا عندنا عدد من المشروعات يعني أكتر من 260 مشروع فيه موضوع مشروع واحد بس فيه مشكلة لأن الكراسة ما كنتش في مكانها بالزبط أو بداية المشروعات فبالتالي لما يكون فيه مشروع بنرجع قانونين أو بترجع قانون بداية المشروعات ده حاجة كويسة جدا بالتالي لما بقول احنا بندير إدارة خدمة الرياضة من مفهوم اقتصادي ثم استسمائيه يعني ايه الاقتصادي هي جزء الاقتصادي يمكن بنقول لغة بسيطة يعني أنا المصرفات بتاعتي أغطيها يعني المصرفات على الأنشطة في معظم الأنشطة تغطي التكلفة بتاعتها عشان ده الهدف بتاعها التنمية والخدمة جزء الاستثماري إن أنا أطور في رأس المال للمنشأ أو الـ capital investment بتاعنا بتاع رأس المال للمستثمر يعني ده موضوع تاني زي ما بنعمل مشروع النادي زي ما بنعمل بعض المشروعات ده خلنا في صناعة النجيل الصناعي كمصنع وهندخل في صناعات تانية بقى الوزارة تكمل نفسها تكاملية تكاملية وده في الحقيقة يعني الحمد لله يعني بنقوم بيه في الفترة دت وبنغير طريقة التفكير ده بيسموه كده علميا thinking design تغير طريقة التفكير ومن ثم تغيير الوقت ومن ثم تغيير الوقت صحيح ودايما لما بننقل الموضوع زي بالزبط يعني الاستشاري الهندسي هو بيطور البنية والعمارة على ورق وبعدين بنلاقيها عمارة على الواقع صحيح فإحنا في الإدارة كده الإدارة كده إذا كنت إزاي تحط طريقة التصور بتاعتك بس مهمة تبع على الأرض فده اللي بنعمله تقريبا يعني عشان كده بنطور الرياضة من مرفومين مرفومين مرفوم التنمية زي ما أحدك بتقول ومفوم رياضة البطول رياضة البطول عندنا مؤسسات بنديها طلاقة عملها وبنتبعها وبنرقبها لجنة الأنبية المصرية الاتحادات الرياضية الأندية طب بنكتفي بهذا عملنا خط موازن مشروع قومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي عملنا مشروع متكامل كان زمان في مشروع البطل الأولمبي البطل الأولمبي إنه هو بيشوف لعبة الموهوبة ويثقلها لأربع سنين عشان تدخل الأولمبي إحنا عملنا مشروع متكامل كملناه في الوزارة مشروع قومي للموهبة والناشئين إحنا بنروح بنجيب لجنة علمية كبيرة متخصين من كليات تربية رضية وكليات أخرى وخبراء وبنروح كل محافظات مصر وبنتعاون مع الاتحادات بنروح ننقي طبقا لمعايير بدنية علمية وانتقاء يعني طبي وفني ورياضي ولدنا وبنحطهم زي كشافة زماني زي كشافة زماني وبنحطهم في حاجة اسمها مراكز الناشئين عندنا 215 مركز على مستوى مصر يتمرنوا فيهم ولدنا وخصصنا ميزانية وبنسوق للميزانية دي كلها فعندنا العلعاب الفردية اللي بننقيها بننقي الولاد ما بنعبش حق خالص وعمار 6 سنين 8 سنين على حسب طبيعة أبدأ صنعه بقى أشوف التجارة أبدأ صنعه بس أنا أست أداؤه صحي وطوله ينفع لعبة إيه طول الأطراف عمليت فارز وتوزيع فارز وتوزيع من سبيل المقياس المورفولوجي يعني التنبؤ في السن ده بطول عظمة الفخز الفيلمر ديت بتدينا تنبؤ هيبقى طوله قد إيه وينفع لعبة إيه القياس المورفولوجي ليه الكف اليد بيدينا مؤشر لحاجة معدلات تانية كمان معدل القياس لحاجة اسمها فيوتو ماكس أو الحد الأخصى لإستهلاك الأكسوجين دربات الألف كمان يعني حاجة متقدمة اللي هي الألياف البيضة والحمرة هو ينفع حاجات يلعبها سريعة ولا بطيئة فبنبدأ نصنف نحن بنعمل ده علميا وعندنا لجنة علميا بس عايز يعني أخاطب المجتمع أو أخاطب حضرتك فبالتالي بنعمل قاعدة كبيرة جدا كوحكومة وزارة شباب منطقها ونحطهم في معامل تفريخ سنتين سنتين سنة بشارين بناء دي عشان بس الموضوع مهم جدا بدأت وانا وعندين جيد تاني كملت ووديته أكتر عشان يبقى مستمر عندي كم واحد في قلب المشروع إحنا أكتر من 3000 واحد وهنبدأ الوفي الجديد ما يشير بنفس الألية اللي حدوك قلت عنه الألية يعني رحت شفت الهندبول مع التحدي الهندبول مشروع كان فيه زمان اسم مشروع العمالقة وأنا طالب في كلها اشتغلت فيه لتدريب الهندبول إحنا طورنا كمان في المشروع دلوقتي هروحت شفت 2004 و2006 في ولادنا في الإسماعيلية حاجة تفرح يعني شفت ثلاث حراس مرمى عناية كده وخبريتي رياضية دول منتخب مصر خلاص وحطين برنامج لولدنا دول في أطوالهم وأرماطهم وتدريبهم يعني عارف هيروح فين عشان كده عندنا في الجودو وفي علعاب وقوة كده تحولت الرياضة إلى علم علم كده علم لا لا مش في كله يعني كده أنا روالو لعب الفلاو بجد بص حواكي احنا ماشيين في خطين موازئين خط أنا كنت لعب كاراتي روحت برحتي ومزاجي لعبت الرياضة بتاعت جبت بطولة جمهورية هيدخلوني منتخب طب لو أنا معرفتش أروح وما روحتش مين اللي هيشوفني صحيح ده دورنا بقى نحن ننطقي بنعمل خط موازئ للناس دي لقاء التالنت أو الناس اللي موجودة ونبدأ نجيب كمان مدربين وبندرب المدربين ازاي يدرب على الطريقة العلمية على الطريقة دي والإداريين ازاي يتعامل مع أولادنا دول ما فيش حاجة اسمها مش عارف ايه فبالتالي الربط ما بين العلم والتطبيق ده شيء مهم جدا في كل حاجة الدول اللي تقدمت تقدمت ليه تقدمت لأنها عملت ده يعني أحيانا المجتمع لما يبص الواحد يقولك آه ده أكاديمي أكاديمي عشان يبقى معا حد تاني يعني نفذ أكاديميته أو نظريته وده اللي عمله في خامة الرئيس أنه هو جاب كل العلماء اللي في الخارج والهم تعالوا طواروا بقى معانا البلد في كل مجالات في مجال يعني المهند زهاني عازر ده يعني حاجة جمد جدا أمام عندنا الحمد لله الدكتور مجد يععوب عندنا يعني العلماء والخبراء عندنا نمازج أنا كنت في جامعة في كارتون في أوتوان يونيفوريستي وكارتون في طوب تن من الجامعات يعني عميط هندسة مصري وصل رئيس الجامعة مصري وحاجة كبيرة جدا فبالتالي العلماء دول بدأ يكون يعني وجودهم دلوقتي الحمد لله معنا فبالتالي لما بنشتغل يعني تطبيق العلم بس بشكل عامل يهو ده وده المدرسة العملية عشان كده المشروع قوم حد كنت بتسأل بتسأل آه ما احنا عندنا هنا كمان كلها التربائرة دي وفيه شباب كتير سافر برة وفيه كبار أسات زي موجودين يعني الشيوخ في العلم فبنجمع التوليفة دي علشان يكون فيه لجان عملية عشان تطلع ما بينها وبين المدربين ونضرب المدربين على كتلة تانية الحكومة المصرية بتستثمر فيها بيكون موازية الكتلة هي بتلعب في النادي وراحت للاتحاد وراحت للمنتخب الاثنين دول يتقابلوا مع بعض القاعدة بتزيد على المنافسة عشان نقول احنا 20-24-28-28-32-32 مصر شكلها ايه في الأوليمبيكس مثلا وشكده خدنا الألعاب الفردية تحديدا وبدأنا كمان نزود ألعاب جامعية سلة وطيرة ان شاء الله بعد كي ناخد مراحل فبنعمل برامج علمية سواء التخزية المحاضرات للولاد التدريب كلام ده كله وإحنا بنقاوم لو فيه نقط مشاكل أو نقطة ضعص يعني بنقاوم هذا الموضوع إذن المشروع قاومي الموهبة والنشئين شغلنا في الاتحادات الرئيضية شغلنا مع اللجنة الأولمبية اللي هي إقدارة المؤسسات لإقطاع البطولة كمان ان احنا الحمد لله منروح لأفريقيا ونجيب دورة العرب الأفريقية للشباب نحنا في الجزائر وكذا ونجيب البطولات ونكرم الأبطال اللي موجودين في العرب الفردية يعني حاجات كتير في الحقيقة هل أحيانا بتكون عندك صورة سلبية اتحطت في النص بنروح بنعترفه بنشوف بنصلح ذاتنا بنقاوم يعني ده طبيعي لازم يحصل الكلام ده كله